يقص منتخبنا الوطني الأول شريط مشاركته في البطولة العربية لمنتخبات السلة في نسختها الخامسة والعشرين بمواجهة نظيره الموريتاني بمجمع صلاة المغطاة في العاصمة القاهرة ضمن المجموعة الأولى ويسعى منتخبنا لتقديم وجه مشرف للسلة الليبية بعد نتائجه المبهرة في النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات حيث خاسر منتخبنا من تونس بفارق نقطة وفازع على الإمارات المستضيفة والأردن آنذاك رفاق النجم محمد السعدي خاض سلسلة من التجمعات والمعسكرات التحضيرية في طرابلس وتونس وبنغازي والقاهرة خاض خلالها عدد من المباريات الودية أمام منتخبات تونس ومصر والكويت ويتسلح منتخبنا بمهارات فرسان السلة وبروح معنوية بطموح تحقيق إنجاز يسعد عشاق الكرة البرتقالية في ليبيا بقيادة المدرب اللبناني فؤاد بوشقرا الذي وصف الجيل الحالي بالذهبي في إشارة لإعجابه بقدرات لعبين فهل يحقق منتخبنا نتائج مميزة في إعادة لمشهد مشاركته السابقة؟ اشتركوا في القناة